بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معي اليوم أن نقدم بعضيتنا الطبيلة المتواضعة لضيوف الغفلة أو لضيوف اللي كيجو في الثالث الشهر نوجد إن شاء الله مع بعضيتنا هاد شنيك وكذلك وحد البريوش بمخالة واحد وكذلك أنقد جوج دي الأنواع دي اللي كيك بخالة واحد في وقت واجيز نتمنى أنكم تفرجوا الفيديو حتى الأخير ونتمنى أنه ينال إعجاب ديالكم إذن على بركة الله غنبضع بالخالة دياللي كيك اللي غادي نديرو ياخد وقتو في الفران كناخد كاس ديال خلط الكهربائي اللي كندير فيه جوج حباس ديال البيض ومن الأحسام طبيعة الحال يكونوا بحرارة المطبخ كذلك غادي نضيف ليهم كاس بالعنبع ديال السكر حبيبات ونصف كاس ديال زيت المائدة دائما العبار بكاس ديال العنبع كذلك غادي نضيف ليهم كاس ديال الحليب أو للبن اللي متوفر وكاس ديال الماما عمرش تقريبا تلوتين هادلي كيك جو رائعين في الماداق يمكن لكم نديرو اي كيك بغيتو بهاد الخالط نسموه باش مما بغيتوه كنضيف هنا اي قبصة ديالة الملح وكننسمو بالنسبة لي انا ندرت الفاني غبرة هذا هو النوع اللي كنستعمل صراحة رائع مجهد يعني غير شوية منه كيعطي الماداق اذا غادي نطرب هاد الخالط مزيان باش نتحصل على هاد النتيجة كيف ما كتشوفوا معايا ضروري نطربه مزيان وغادي نبدا نضيف ليه الدقيق وغادي نضيف ثلاثة الخمارات من فئة ثمانية جرام كما كتشوفو كنضيفو شوية بشيو حنا كنخلطوه بالنسبة لي انا نضيفت هنا يوجوج معالق كبيرة ديالتلكو كتبقى اختيار يم طابعة الحال كيعطي واحد القوام رائع ليكيك وواحد لده كذلك هذا هو الخالط كيف ما كتشوفو كنخلطوه شوية لانه عندي المول فاش خلط صغير كان من الاحسن نستعمل واحد كبير وكان فرقوه على حسابيت اللي كيك اللي غادي نستعمل اذا بالنسبة لي انا هذا هو الخالط اللي تحصلت كيف ما كتشوفو هو هذا الخالط غادي نستعمل هادو الفرضيين اللي كيك العجيب الفرضيين صغير ورند هنتو هم بالزبدة وغادي نرشو هم بالدقيق يمكن لكم تديرو في الجواني بلوز او الكوكا وكونكاسي وغادي ناخد واحد الكيميا من الخالط وغادي ندير المول جالي نعمرهم نخليليهم اللي سباس فين غادي يخمر مطابعة الحال الخالط فنا ينتافخ صابي غادي نستعمر حتى نعمرهم كاملين وغادي نخلي الكيميا اللي غا تكفاني اللي مول اللي غا نستعمل بالنسبة الكيميا اللي بقتلية اضفت هنا كيميا من الكاكاو اللي ضروري خاصو يتغرب المطابعة الحال انو يكونوا فيدوك الحبيبات ما غاديش يبغيو تخلطو لنا في يدوبو لنا في الخالط من الاحسن يتغرب الكاكاو كتبقى نسبة الكيميا ديال الكاكاو على حسابية النوعية ديالتو مطابعة الحال انتو ما كتحكمو في الكيك وش يبغيتوها يعني بالنسبة ديال الكاكاو مجهده او لا غير شوية غادي نزيد واحد شوية ديالت نكهة ديالت الكراميل بالنسبة لي انا بغيت هاد الكيكا بالمطاق ديال الكراميل يمكن لكم ديرو احتل قهوة مثلا ويمكن بقى لكم ناختيار من طبيعة الحال غادي نخلط هاد الشي مزيان إلا حساس بأنه الخالط تقليه غادي نضيف شوية ديال الماء بالنسبة لي انا هو هادك ما نشوف شيا لأنه الكاكاورا يشرب ردو معه لبالي إلا ضفتوا الخالط إلا حسيتوا به يعني اتقال زيدوا لي شوية الماء اولا شوية الحليب اللي متوفر بالنسبة للكيكا الكبيرة بالنسبة لي انا اختارت هاد المول العاجيب العائلي يمكن لكم ديرو فقط المول العادي كيبقى لكم طبيعة الحال الاختيار إذا كان نفرغ الخالط ديالي في المول بالنسبة لفرن انا باقي ما شعلتوش غادي نخوي الخالط وغادي ندخلو اهبو اللي كيكا الفرديين يعني مع بعض اياتهم دقة واحدة يطيبو يمكن لكم ديرو بهد الخالط حتى ثلاثة ديال انواع تليكي كيلي عندكم اللي مول صغارين شوية كيبقى لكم طبيعة الحال اختيار كتفننو ورا كيجي لديد كيجي القوام ديالها خفيف دابا غادي نمرو باش نقدو الخالط الاخر اللي غادي نقسمو على جوج اذا عندي هنا كاس ديال لما دائما لعبار بكاس العنباء هنا جوج كيسان ديال ما يكونوا سخونين وكاس ديال لبن بالنسبة لي انا لف الكيكا ولا فات الخطس تعملت اللبن لانه كان عندي باقي عندي في طلاجة اضفت هنا معي القادية السكر فقط لانه الخالط نقسمو على الملح والحلو هنا اضفت معي القادية الحليب اضفت معي القادية اضفت معي القادية ثلاثة المعالق الدقيق من احسن استعملوا الدقيق مزيان كذلك نضيف كمية من خميرة الخبز او الخميرة معجونة او الخميرة حبيبات كان افضل للمتوفر عندكم الاحسابيات الجو اذا نخلط هذا الخالط مزيان نخلطه فقط بالخلط اليدوي نخلطه نغطيه فقط واحد شوية دقيق معدودة باش الدبلينة الخميرة وتفعلوا العناصر مع بعضياتهم هنا عندي نصف كأس زيت المائدة نضيف الدقيق شوية بشوية وكذلك الملح ما كترتش الملح وما كترتش السكر بحكم انني كما سبق اللي ذكرت الخالط هنقسمه على جوج المالح والحلو اذا نضيف الدقيق شوية بشوية الحجينة كما كنا نعرف بريوش المعجنة خفيفة ما تكون قاسحة هذا هو القوام كما تشوفرها كالتلاسق في اليد نجمعها ونغطيها باش نخليها تخمر مزيان نغطيها وفي هذه الأثناء نوجد الحشوة اللي نستعمل المالح عندي هنا شوية الفلفلة خضراء وحمراء مخلطة ممكن لكم درو فقط الخضراء وعندي واحد البصلة بحاجة متوسط مهم خدموا بالموجود عنكم البصلة بوحديتها خدموا بها بوحديتها يبقى لكم الاختيار بالنسبة للحشوة نضيف الدقيق هنا شوية ديل زيت زيتون وشوية الملح وندير شوية ديل ابزار نضيف الدقيق ونجعلها تحلية ماذا تحلية بزاف لانه بقي تابعها الفران كيف تشوفوا الحشوة ديلتي سوف نضيف الزيتون هذا الشيء اللي عندي في الدر كيف مسبق اللي تكرت كتبيرو اللي عندكم فرماج حمر عندكم الكفتاء عندكم أي حاجة كتبت تستعملوها بالنسبة للحشوة نضيف الدقيق حتى دابو ونضيف لهم علبة الطون يمكن لكم تديرو الكفتاء متوفرة يمكن لكم تديرو فقط يبقى لكم الاختيار كيف تشوفوا ذاك الفرماج يدوب مع الحرارة تعطي الحشوة معلكة جاءت بنينا سوف يوضفت علبة الطون هي اللي متوفرة كيف مسبق اللي تكرت يمكن لكم تديرو الصدر ديل الجاج او للكفتاء او لفقط الخضراء بوحديتها ونخليها جانبا باش تبردليها إذن بالنسبة للعجين كيف مما شفتوا هي اختمرت لي مزيان كنستعم شوية ديل الزيت لأنه كما كتشوفوا العجينة شوية كتلاسق باش تعاوني في الخدمة سوف نشكل كويرات كيف يبقى الحجم اختياري هذه الكويرات هما اللي سوف يكونوا مالحين كتكبروهم او لا كتصغروهم العجينة كتجي رائعة في المطق كتجي اسفنجية كما سبق اللي ذكرت اللي عندكم الياغورتم السوس تضيفوه حتى هو كيعطيها واحد القوام رائع و لده كذلك إذن سوف نستمر نصف تقريبا ندير العجين كويرات والعجينة الأخرى المتبقية تهي غادي نشكل منها كويرات اللي غادي ندر منهم بريوش بالنسبة للعجينة راه فيها فقط ملعقة دي السكر السكر اللي غادي خاص للبريوش غادي نعوضه في الزين سوف نستمر على هاد الشكل حتى كنشكل كويرات كاملين من الخالط كذلك تهم الحجم يمكن لكم تصغروا على هكا او لا تديروا كبر من هكا كيبقى لكم الاختيار اذا من بعد ما شكلتهم كاملين بالنسبة لي عندي فقط هات الشكلات اللي عندكم شكلات ديال الدهن تواكيجي رائع كتستعملوه كتحوشو هاد البريوش او لا حتى الكون فيتير اللي عندكم كون فيتير عاقد يمكن لكم تعمرو به تهواره كيجيزوي كيف مسبق ليد كرز كتخدموه بالموجود كنجمع هكا الجوانيب وكنعطيهم الشكل طولي كيف ما كتشوفو يعني راه العجينا غرد هنو يديكم بالزيت كتخدم ليكم زيان جال مضاق حتها ديالي بريوش ازوين وجو خفافين بعد ما كملت كنرجع دوك الكويرات الوالة اللي كلقاهم كنجمع مرتاح وشوية كنجمع طبيعة الحال يدي بالزيت وكنحاول نشكل حفر في الوسط كيف ما موضح في الصورة كنجمع تخليوش الجوانيب بالزيف باش ما تجيش العجينا كتيرا عندي هنا يا بيضة او لا سفار بيضة كتطربوها مع شوية الخل وكتدهنو من الاحسن تصبقوه الدهين هو اللي هو اللي انا منعنا وضعو الحشوة كي يوالي صعيب باش ندهنو الجوانيب كي يدهنوهم كاملين و نديرو الجوانيب يمكن لكم تعليم هكك يمكن لكم ضررنة لبوافو كي يبقى ليكم الاختيار من طبيعة الحال من بعد ما اضعون الزنجلن قم نضغط الحشوة هي الاخرى نكتفي بها هكا لما توفر الفرماج الحمر من بعد ما يطيبو يضربوا من القليلة كي يبقى لكم الاختيار سوف نستمع لها نعمرهم كاملين وبالنسبة للبريوش الأخر سوف ندهنه بلبيض فقط و ندخلهم الفران بعد ما خرجت الكيكات دخلت البريوش أو المالح الفران لم يحدده سخون دائما تحاولوا تستغلوا الوقت تخدموه مزيان كيف ما تشوفوا رايكيك يجوا رائعين يجوا خفافين نتمنى أنكم تجربوهم سوف ندخل كيكي برد و سوف ندخل الكريمة اللي سوف نعمر بها المول هنا نصف لتر الحليب سوف ندخل الكسرونة و تقريبا ندخل الكسرونة بحكم أنني أريد كريمة مختلفة في المعضة سوف ندخل الكريمة سوف ندخل السكر من الملوك تطير سوف ننطل المستخدم برد من خلال الوقت سوف ندخل الكريمة في القاة الميزينة السابق سوف ندخل الكريمة سوف ندخل كله لأيضه تقريبه سوف نستعمل نضيف كل كسرونة معلقة الزبدة محد الكريمة سخونة يمكن لكم نضيف حتى شكلات البيضة او الاشياغورت انا ممتوفرش عندي فقط زبدة سوف يضفتها الكريمة حتى تدابت نضيف حفرة كيكا سوف تدابع كرميل سوف نضيف كريمة بشكل جيد والكريمة الثانية ابدأ بشكل جيد نضيف كريمة الخليلة سوف نعمر اليمون يمكنكم استخدام هذا الكاكاو لأنكم لا تحكموا بطبيعة الحال في المضاقات سوف نعمرهم كاملين ونجعلهم جنبا يبردوا ويبقى تزينة لحسابية الرغبة والحسابية الموجود من بعد أن نخرج طواديتي من الفران كذلك سوف نريكم تزين بسيط و بالموجود نحن نحاول أن نخدمه بالموجود هؤلاء اللي بريوش تجاوليك فيما كتشوفو هذي تلحب عن مرتب الكمفيتير تجاور طبيعين خفافين بالنسبة لي نزيلين بسيط فقط سكر غلاسي والعسل بالنسبة لي هنا سوف ننسيس خاصكم تديروا خطوط العسل هما اللول عادة باش تديروا سكر غلاسي كيف يبقى لكم نختار ممكن لكم الدهنهم بالنباج وتديروا اللوز إفلي لم توفر او للكوك او لفقط دهنهم من الدهنهم بالبيت تديروا الزنجلان بالنسبة لي أنا بريوش ديالي رهنق السكر عودتوا بهذا السكر غلاسي اللي درتوا وهذا الشكل نهائي دي المائدة المتواضعة كيف ما كتشوفو بالنسبة لي كيك الصغارين فرضيين زوقتهم كانت عندي شوية ديال عجينة السكر ندرتها في البابيون تما يذكر المودية السيليكون و شوية ديال بوافو و بالنسبة لي كيكا ديالتها هي لا يوجد شكلات الكحل لا يوجد شكلات الأبيض خطوط و زيين بسيط اختيام طبيعية الحال على حسابات الموجود كيف ما سبق لي ذكرت اللي بريوش ديالي هم هادو درس خطوط ديال عسل من الفوق كيف ما سبق لي ذكرت سبقوا خطوط ديال عسل عادة باش تديروا سكر غلاسي إلا بغيتوا تديروا هاد طريقة وبالنسبة الفطائر الملحة ديالي هم هدوجة الحشوة رائعة ديالتها فقط ردوا البل شوية من الملحة لأنه الفرومشة رائح مالح و جونينا بحلة مالحين شوية ردوا البل مع الملحة وهذه هي المائدة المتواضعة ديالتي نتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفات وينالوا الإعجاب ديالكم و دمتم في رعاية الله